في ناس زمالي في الكنترول بقى لسه رجعين مساح الكلوم فقالوا لي خبر دلوقتي لطيفة أعتقد عرفت يا أبو علي قبل ما تخش يعني بس مارس الكولر بعد المباراة بعد ما خلص المباراة أصر أنه هو ياخد اللاعبين على تيتش ده في بداية الموسم خالص أوضح الخبر وبعد كده أشرحولي أنه هو مارس الكولر خد لعب النادي الأهلي بعد المباراة على طول وراح على ملعب التيتش عشان يلقي محاضرة هناك لللاعبين بعد المباراة وبعد الهزيمة اليوم أمام البيرابيتز المباشرة ده محدش روح على بيته يعني هقول لك حاجة الراجل أول ما جه وقعد عمل جلسة مع اللعيبة كلاهما تقوموا فترة كبيرة أولا مع زميل أحمد خيري في برنامجه في مصبورت فقال لهم نصا كده هنلعب وهنكسب مطشاطنا وكل حاجة زي الفول اتغلبنا اتعدلنا مش هنروح بيوتنا هنيجي على ملعب مختار التيتش وحصلت من فترة كان الفريق مش فاكر كان اتعدل معمين وراح على مختار التيتش والنهاردة نفس الكلام خدهم من التجمع على الجزيرة الغريب بقى كريم وللحد دلوقتي مش مستوعبه الراجل بيروح مختار التيتش اللعب تنزل من الباص بيغض شناطه ويمشوا بعد ما بيوصلوا بعد ما بيوصلوا بيغض شناطه ويمشوا والتمرين تاني يومي يبقى تمانين الصبت لا بكرة راحة الزريق راحة لو بس بينكم سيكا بقدرك العودة انت مش هتراوح البطاعة وانت عندك ساعة ولا ساعتين هايديوهم من حياتك مرسل كولر هادي جدا بتعمل مع لعبها نفسيا كويس قوي ليه فلسفته وكده وليه فكر انت عارف السويسرين بيقوا دايما رايقين كده العقاب سهل يعني فبيعمل معهم حاجة لعبها نفسها بتستغرق هو بينسلهم الباص فعلا بياخدوا الشناط والعربات بتبقى في الجراش بتاع النادي وساعات بيبقوا الناس الشغالين في النادي بياخدوا العربات وقدوها الاستاد فرجعوا تاني بالعربات بتاعت اللعيف على التتش الله وخدوا العربات وروحوا الجديد فهو دماغ